هذه أبرز العناوين بوشوري لاعب المنتخب الوطن الأول يقدمون إضافة كبيرة للفريق الأولمبي ومن الجيد توجده معنا قلت السرعي التركي يصدم الدولي المغربي حكيم زيش مغربيان ضمن لائحة أغلى عشرة لاعبين في أولمبياد باريس والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل أن تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس بوشوري لاعب المنتخب الوطني الأول يقدمون إضافة كبيرة للفريق الأولمبي ومن الجيد تواجده معنا أكد بنيمن بوشوري لاعب المنتخب المغربي الأولمبي أن تواجد عناصر من المنتخب الأول سيعطي إضافة لكتيبة طريقة كتيوي في الأولمبياد وقال بوشوري في تصريح للموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لاعب المنتخب الوطني الأول يقدمون إضافة كبيرة للفريق ومن الجيد دائما التواجد برفقتهم وأضف لدينا فريق جيد وأمامنا مواجهة منتخب الأرجنتين الذي يتوفر على فريق كبير وبعدها مباشرة أوكرانيا وأظن أنها ستكون مبارية جيدة إن شاء الله يشار إلى أن قرعة الألعاب الأولمبياء كانت قد أوقعت المنتخبة المغربية في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الأرجنتين أوكرانيا والعراق قلت الصراي التركي يصدم الدولي المغربي حكيم زياش كشفت قناة ارتاسبور الرياضية التركية أن قلت الصراي التركي يفكر بجدية في فتح باب الرحيل أمام الدولي المغربي حكيم زياش على الرغم من شراء عقده من فرقه السابق تشيلس الإنجليزي بصفة نهائية ويأتي قرار نادي قلت الصراي بالتخلي عن خدمة الدولي المغربي وزميله الإبوار وفريدزها بالنظر لرغبة النادي في تقليص عدد لاعبه الأجانب وفقا للوائح الاتحاد المحلي لكرة القدم وكان وكل أعمال الدولي المغربي حكيم زياش أبلغ إدارة فريقه بتلقيه عروضا من أندية صعودية وأمريكية يشار بل أن زياش شارك في 23 مباراة رفقة قلت الصراي تمكن خلالها من تشجيل وصناعة 12 هدفا مغربيان ضمن لائحة أغلى عشرة لاعبين في أولمبياد باريس ضمت لائحة أغلى اللاعبين الذين سيشاركون برفقة منتخباتهم في مصابقة كرة القدم بأولمبياد باريس لاعبان مغربيان وحسب قائمة كشفت عنها منصة ترونسفير ماركت المتخصصة في معطياته وأرقامه والقيام التسويقية للاعب كرة القدم حول العالم وحل النجم المغربي أشرف حكيم الظاهر الأيمى لباريسان جرمان في المركز الثاني بقيمة تسويقية تبلغ 60 مليون يورو خلف المتصدر للائحة النجم الأرجونتيني جوليان ألفاريس لاعب مونشستر سيتي الإنجليزية الذي تصل قيمته التسويقية إلى 90 مليون يورو علما أن حكيمي وألفاريس يعتبران معا لاعبان من خارج قائمة اللاعبين أقل من 23 سنة حيث تسمح القوانين للمنتخبات المشاركة في الأولمبياد بالاعتماد على 3 لاعبين فوق السن القانونية وضمت القائمة أيضا اللاعب المغربي الشاب بلا الخنوس لاعب جانك البلجيكية بقيمة تسويقية تصل إلى 30 مليون يورو هل يتراجع أزنو عن تمثيل منتخب المغرب بعد تتوج إسبانيا بلقب يورو 2024؟ وجه الاتحاد الإسباني لكرة القدم دعوة إلى موهبة نادي باير مينيخ الألماني أضم أزنو لحضور المباراة النهائية لبطولة يورو 2024 التي جمعت يوم الأحدى الماضي بين منتخب إسبانيا وإنجلترا على الملعب الأولمبي في العاصمة الألمانيا بيرلين وانتهت بفوز المتدر الإسباني بنتجة هدفين لوحد وتعد هذه الدعوة هي الثانية التي تلقاها موهبة المغرب الصاعد آدم أزنو رفقة والدها بعدما حضي معا بمتابعة لقاء منتخب إسبانيا وألمانيا في الدورة الربعي نهائية لبطولة كأس أمم أوروبا وذلك رغبة من الاتحاد الإسباني في استقطابه مجددا بعدما لعب لمنتخب إسبانيا تحت الخمسة عشر سنة سابقا وفد مصدر مقرب من عائلة اللاعب آدم أزنو حسب موقع العربي الجديد بأن الاتحاد الإسباني لكرة القدم لا يزال متشبتا باستعادة النجم الصاعد للنادي البافاري رغم أنه حزم قرره بتمثيل منتخب المغرب السنة الماضية دون أن يلعب معه أي مباراة رسمية ولم يستبعد المصدر احتمال أن يستغل الاتحاد الإسباني غياب اللاعب آدم أزنو عن الأولمبيا المغربي في منافسات الألعاب الأولمبيا التي ستصدف العاصمة الفرنسية باريسا خلال الفترة الممتدة من السادس والعشرين من يوليوز إلى الحدي عشر من غشة المقبل من أجل إقناعه بارتدائق من سيلة الروخة مجددا كما يمكن أن يستعمل أيضا ورقة نجمه الحال إلى من يمال الذي تربطه علاقة مميزة باللاعب المغربي آدم أزنو بحكم أنه ملاعب معا في أكاديمية لمصية قبل ثلاث سنوات وتبع المصدر متحدثا بشأن احتمال تراجع اللاعب عن قرار تمثيل المغرب رغم أن اللاعب آدم أزنو لا يزال يعاني نفسيا جراء استبعاده من خوض بطولة كأس العالم للنشئين في أندونيسيا العام الماضي من طرف المدرب المغرب سايد شبا إلا أن ذلك لا يعني أنه قرر التراجع عن اللاعب لبلده الأصلي الذي اختر ارتداء قمصه من عن قناعة لذا من الصعب أن يغير جنسيته الرياضي مرة تانية في وقت تسعى في إسبانيا بشت الطرق لضمه إلى كتبة المدرب الويست ديلا فونتي وكان اللاعب أزنو يأمل بخوض أولمبياد باريس 2024 حتى يترك بصمته في هذه المنافسات خصوصا بعدما ضع منه حلم خوض بطولة كأس العالم رفقة منتخب المغرب لأقل من 17 عاما لكن هذه الحالي باير مينيخ رفض السمح له بالاندمام إلى الأولمبيا المغربي في أخير لحظة ويلعب النجم المغرب الصعيد في مركز الضهير الأيصر لكنه يمتلك قدرات هجومية مميزة اتسجل ثلاثة أهداف مع الفريق الرذيف خلال الموسم الماضي وقدم ستة مرارات حاسمة ما يجعلهم مرشحا بقوة لتعود مواطنه نصير مزراوي في تشكلة المدرب البلجيكية بوكامير سنقدم كل ما في وصعنا لتحقيق أهدافنا في الأولمبيا دوجع للشعب المغربي فخورا أعرب مهدي بوكامير لاعب المنتخب المغربي الأولمبيا عن فخره بحمل القميس الوطني في دورة الألعاب الأولمبيا باريس 2024 والتي ستنطلق في الرابع والعشرين من شهر يوليوز الجاري وذلك إلى غاية العشر من شهر غشت المقبل وقال مدافع المنتخب المغربي الأولمبي مهدي بوكامير في تصريحنا للموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فخر كبير أن أتمكن من تمثيل بلدي في منافسة مثل الألعاب الأولمبيا وسنفعل كل شيء وسنقدم كل ما في وصعنا لتحقيق أهدافنا الواضحة وتبع نحن نستعد بشكل جيد وسنعمل معا للقيام بشيء جيد إن شاء الله وجعل الشعب المغربي فخورا واختتم بوكامير الجو جيد جدا والجميع متفاهمين الأجواء لطيفة داخل معسكر المنتخب المغربي والكل يتحدث مع بعضه البعض ونضحك وفي الملعب أيضا نعمل بشكل جيد ونعرف الفرق بين العمل والمرحة يشار لنا المنتخب الوطني المغربي تحت 23 سنة يتواجد في المجموعة الثانية في الأولمبياد إلى جانب منتخبات الأرجنتين أوكرانيا والعراق وستقام المباراة الأولى للمنتخب الوطني المغربي ضد منتخب الأرجنتين يوم الأربعة الرابعة والعشرين من يوليو زلجاري إن شاء الله على أن يواجه بعدها منتخبي أوكرانيا والعراق على الترتيب